بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ربنا العادل يقف كل عبد أمام عمله فتوضع الحسنات في كفة والسيئة في كفة هذا ميزان العبد يوم القيامة وربنا سبحانه وتعالى يقول ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة فلا تضلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولكن بعض الناس بتتساوى سيئتهم مع حسناتهم يعني لا الحسنات بترجح ولا السيئة بترجح فماذا يكون أمرهم يقفون على جبل بين الجنة والنار وهو يسمى جبل الأعراف في نزلت صورة في القرآن اسمها صورة الأعراف صورة هامة جدا تكلم عن العقيدة وهي من السبع الطوال من الصورة العظيمة الطويلة ماذا يكون شأن أهل الأعراف يقول ربنا عز وجل في كتاب العزيز وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم يعني هؤلاء الواقفون على جبل الأعراف اللي بين الجنة والنار الذين تساوت سيئتهم وحسنتهم يرون أهل النار وأهل الجنة ولكنهم لا يتحملون رؤية أهل النار فيكون دائما نظرهم إلى أهل الجنة ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون يعني يقولون لأصحاب الجنة سلام عليكم وهم طبعا لن يدخل الجنة ولكنهم طامعون ربنا عز وجل يقولون سلام عليكم لم يدخلوها يعني الجنة وهم يطمعون يبقى طامعون نفسه ويتمنى يخش الجنة ولكنه لا يدخلها طيب وإذا صرفت أبصارهم لو فرضنا مثلا أن نظروا كده هو طبعا لا يحب أن ينظر ناحية النار أبدا ولكن إذا صرفت قليلا أبصارهم طلقاء أصحاب النار يصرخون لله عز وجل ويقولون ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين سبحان الله يبقى نعلم حقيقة هامة جدا وهو أن الإنسان لابد أن يعمل ليوم الآخر ويعلم أن هناك يوم حساب ويقف أمام الميزان ويعلم أن الله سبحانه وتعالى عادل وينبغى أن يكون حريص كل الحرص على أن يكسر من الحسنات وعلى أن يتجنب السيئات بعض الناس الحقيقة لا يفكر في يوم القيامة أبدا يعيش في الدنيا هاملا ولذلك ربنا عز وجل يقول الذين تخذوا لهم لهوا ولعبا فهو الآن طبعا يكون مصرور لنرجع هنا من عز بالله للإنسان ربنا عز وجل ما خلقوش عبث في الدنيا لا الإنسان خلق الامتحان والاقتبار وربنا صحوه وتعالى يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون والإنسان يكون حريص على أن يكسر من الحسنات وأن يقلل من السيئات النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث أيعجز أحدكم أن يأخذ كل يوم ألف حسنة قالوا كيف يا رسول الله قال يسبح الله مئة مرة فتكتب له ألف حسنة أو تحط عنه ألف قطيئة ابتسامك ابتسامتك في وجه أكيك صدقة وأمر المعروف صدقة وأنهاء المنكر صدقة والتسبيح صدقة والتحميد صدقة والإنسان يحذر السيئات ويحذر المعاصي لأن هذه الهالكة في الدنيا ويوم القيامة نسأل الله العافية ترجمة نانسي قنقر